area of surface revolution في الفيديو الصادق اتعرفنا كيف نحسب surface area لفنكشن لما بيعمل دوران about the x axis بهذا الفيديو كمان بدنا نحسب surface area الكيرف الكيرف مكتوب اكس بدلالة y جي اف واي وعندي الواي راح تكون بين السي ودي القانون السابق كان واي بتساوي اف اف اكس واكس بين الاي والبي لكن هون راح نكون يكون عندي اكس بتساوي جي اف واي واي الواي بين السي والدي وراح يكون كمان الدوران about الاكس اكسز فهذا القانون راح يتغير شوي راح يصير surface area تكامل من سيلة دي اتنين واي واي جذر واحد زائد دي اكس على دي واي الكل تربيع دي واي يعني راح نكامل بدلالة واي نشوف مثال اف 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 الاون الجوال يحفر اي اف ادنين واي جذر واي راتم the curve about the x axis الكيرب عندي x بتساوي تلت y تربية زاد 2 الكل قوة 3 على 2 وهون عندي y بين الواحد والتنين طبعا في عندي هون about x axis في عندي x بدلالة y وفي عندي y بين الواحد والتنين فرح استخدم القانون surface area طيب فبلزمني بلزمني اني اشتق dx على dy واربحها فخليني اشتقها هلا x بتساوي تلت y تربيع زاد 2 قوة 3 على 2 اشتقاق dx على dy رح يكون تلت رح تنزل القوة تصير 3 على 2 y تربيع زاد 2 القوة ناقص 1 3 على 2 ناقص 1 رح تصفي نص في مشتقة الداخل اللي هي 2 y الاختصارات الثلاث مع الثلاث والتنين هون مع الثنين فرح يتصفي عندي بس y في y تربيع زاد 2 الكل قوة نص هاي المشتقة dx دي واي انا بدي تربيع dx على الكل تربيع رح اربع آآ هذا الطرف رح يصير عندي y تربيع والنص بتروح القوة نص هاي بتروح مع التربيع رح يكون هذا هو ومن فكها بتصير y قوة 4 زاد اتنين y تربيع هاي تربيع المشتقة بنحتفظ فيها عجانب هلا بدي ارجع للقانون القانون شو بيحكي للسيرفيس اريا رح تكون من c لدي اتنين باي واي تحت الجذر واحد زائد dx على الكل تربيع دي واي طيب من c لدي شو عندي c وشو عندي d هاي c وهي d اذا من واحد لاثنين اتنين باي واي جذر واحد زائد المشتقة تربيع اللي هي واي قوة اربع زائد اتنين واي تربيع دي واي هلا كيف بدي اكامل هذا السؤال اللي طلع ماي الفكرة هون اللي تحت الجذر لو اجيت اطلعت عليها هاي رح تكون عبارة عن واحد زائد واي تربيع الكل تربيع لو اجينا فكناها شوفوا الاول تربيع التاني تربيع اللي هو القوة اربعة الاول في التاني في اتنين واحد في واي تربيع في اتنين رح تصير اتنين واي تربيع اذا هاي عبارة عن واحد زائد واي تربيع الكل تربيع دي واي هون طبعا التربيع رح يروح مع الجذر فبيصفي عندي السؤال طبعا اتنين باي بقدر اطلح برا التكامل لانها ثابت واحد لاثنين واي والجذر صف عندي واحد زائد واي تربيع دي واي الى بدخل الواي على القوس وبصفي عندي تكامل عادي بتصير واي زائد واي تكعيب دي واي بنكامل ها تكامل الواي واي تربيع على اتنين تكامل الواي تكعيب واي قوة اربعة على اربعة طبعا وهاي رح يكون تعويضها من واحد لاثنين اوكي بنعوض بالاتنين بداية بنعوض بالتنين بصير ادي اربعة اربعة على اتنين زائد اتنين قوة اربعة اللي هي ستاشة على اربعة ناقص التعويض بالواحد رح يكون نص زائد ربع ربع نعمل هاي الحسبة بنواحد مقامات وبنقتصر وبنعمل كل اشي رح يطلع معي الجواب 21 باي على اربعة هاد مساحة surface area اللي هي مساحة سطح الدوران للكيرف اللي عندي ودمتم بخير